اشتركوا في القناة بن سلمان لمسلم رئيس مجلس النواب ومعالي المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ بجمهورية مصر العربية بحضور أصحاب السعادة أعضاء الوفد واشد معاليه بما تشهده العلاقات من تقدم وتطور وازدهار بفضل الرعاية الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه واخيه فخامة رئيس جمهورية مصر العربية ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله واخيه رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية وخلال الجلسة أشار معالي رئيس مجلس النواب إلى أن استضافة مملكة البحرين القمة العربية المقبلة في السادس عشر من شهر مايو القادم ستشكل مرحلة جديدة من العمل العربي والتضامن المشترك انطلاقا من الزيارة الكريمة التي قام بها جلالة الملك المعظم إلى جمهورية مصر العربية ولقائه بأخيه فخامة الرئيس المصري في الأسبوع الماضي وفي ذات السياق أكد معالي رئيس مجلس النواب همية تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية في دعم التعاون البحريني المصري في كافة المسارات التنموية بما يعود بالخير والنفع على البلدين والشعبين الشقيقين من جانبه أعرب معالي رئيس مجلس الشيوخ المصري عن بالغ الإشادة وعظيم التقدير بجهود حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في ترسيخ التعاون المشترك بين البلدين وتعزيز التضامن العربي وإرساء قواعد الأمن والسلم ودعم العمل العربي والدفاعي عن قضاياه العادلة وأشار معالي لأن السياسة الخارجية البحرينية الحكيمة تعد نموذجا رائدا في حرصها على دعم القضايا والأولويات العربية كما أكد معالي حرص مجلس الشيوخ المصري على تعزيز التعاون البرلماني مع مجلس النواب ومجلس الشورى في مملكة البحرين وتبادل الخبرات وتنسيق المواقف في المحافل البرلمانية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر